مما لا شك فيه أن احنا النهاردة أكيد هنتكلم على الحوار الوطني وتحديداً جلسة اليوم وهي مباشرة الحقوق السياسية خلوني أرحب وبشدة بالصديق العزيز الأستاذ أحمد الحمامسي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زكا أحمد أخبارك إيه؟ يعني حقيقي سعيد بوجودي محاضرتك دايماً يعني بتبقى حلقاتك متميزة أنا ببقى سعيد لما بشوفك جداً جداً يعني حتى أولاً حمامسي منور لا بتبقى حلقاتك يعني دايماً يعني فيها معلومات كتيرة وبنقدر نطلع منها باستنتاجات كتيرة هتبقى أكثر ثرقاً بوجودك إن شاء الله واضح أنه أحمد الحمامسي من صباحية ربنا في الحوار الوطني باين باين جداً خليني هبدأ الأول معاك كده بما تم في جلسة الصباح يعني خليني بس نبقى طهين هو جلسات الحوار الوطني النهاردة في المحور السياسي وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية إحنا كنا بنتكلم النهاردة على تفرغ أعضاء مجلسة النواب والشيوخ وهي فكرة إن هل عضو مجلس النواب والشيوخ هل هو يجب أن يتفرغ تفرغ كامل يعني هو قاعد مباشر في حياته غير أنه هو رجل تشريع رجل نيابي أم هناك نصوص تحد من هذا المبدأ فإحنا خلينا نبدأ بنقول الدستور بتاعنا الدستور 2014 اللي هو بنص المادة 103 هو بيحظر هو بيقول كالقاتي تفرغ أعضاء مجلسة النواب والشيوخ لمهام العضوي وأن يحتفظ أعضاء المجالس بوظيفاتهم أو أعمالهم وفقا للقانون يعني أنا بتكلم على أعضاء العاملين بالدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وخلينا نقول إن فلسفة القانون ده أو الدستور ده ده اللي كان بيميزه عن دستور 71 لأن إحنا كنا بنشوف أيام دستور 71 تنازع كبير في الاختصاصات لما كنا بنلاقي وزير أو أحد رجال الدولة أو مثلا في السلطة التنفيذية بيكون بالترشح للبرلمان أو إن هو يبقى عوده مجلس نواب وبعد كده يكسب الانتخابات ويبقى عندي ممثل داخل البرلمان وهو رجل تنفيذي فالدولة بتريب نفسها إزاي؟ فأي مارس سلطة الرقبية بأي شكل من الأشكال دي فيها تعارض واضح صحيح وده طبعا اه طبعا تعارض شديد وعوار دستوري ويمكن دستور 2014-14 تفادى المشكلة دي وحتى قانون مجلس النواب وحداك أعلم به طبعا في المادة 31 برضو حذرت على كل أبناء الدولة من العاملين بقطاع العام أو قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام بإن هو يمارس هذا النشاط أثناء عضوياته وإن هو اللازم يتفرغ لعضوياته بمجلس النواب وده منطقي أنا هحاسب الوزير بتاعي إزاي؟ لو أنا موجود في أي من المزارات هحاسب الوزير بتاعي وأنا في نفس الوقت تحت إيده ما دي برضو مش منطقية إنه لا يجب أن يكون هناك تعارض وإلا أصبحنا وقعين تحت طائلة العوار الدستوري ده صحيح بس خليني بس قبل ما ندخل في الحتة دي يعني أخبت بس أوضح لحدك إنه حتى المحكمة القضايا الإدارية والإدارية العليا هي بتتصدى لوحدها لمحاولة دخول أي عضو أو الترشح للنقابات يعني أنا حتى عندي الهيات القضائية بتتصدى لمثل هذه الأعمال عشان يقدر يحافظ على القانون والدستور سواء نصوص المواد المذكورة في قانون مجلس النواب أو الدستور زي ما قلت أحداك في المادة 103 من الدستور وده اللي بميزة عن دستور 71 بس إحنا لو بنتكلم على المساحة زي ما أنا كنت بقول لحداك حتى قبل الحلقة قبل ما نطلع على الهوى إن إحنا عندنا الأصل في الأشياء هو الإباحة فإذا أنا لو ما عنديش نص بيمنع وجود شخص معين أو عمل مهنة معينة أثناء عضويته فهي جوز وده كان النقاش فيه جلسات إحوار اليوم وتبادل بقى الرؤى والأفكار زي ما حداك عارف الإحوار ده يعني الحوار الوطني موجود عشان نقدر نتبدل الأفكار صحيح مش نتخانق بنسمع بعض طبعا واللي عنده حاجة بيقنق التاني بيها عشان نبقى بطريقة سلسة يعني أنا النهاردة لو أنا بشتغل محامي بشتغل طبيب إيه اللي يمنعني من مباشرتي لهذا العمل أثناء عضويته مجلس النواب أنا ما عنديش نص ما عنديش نص يمنع ذلك أنا النص واضح قطاع العام قطاع الأعمال العام النص واضح لأنه من الطبيعي زي ما قلنا إن أنا ما ينفعش أشتغل في هيكل يرقص وزير يسأل أمام مجلس النواب بس لو أنا بشتغل طبيب أو بشتغل محامي أو بشتغل مهندس أو بشتغل محاسب إيه اللي يمنع إيه التعارض في إن أنا بشتغل مهنة هو أولاً الحق الدستوري في العمل هو حق مكفور للجميع طبعاً يعني أنا ما عنديش نص دستوري بيمنعني أنا كان شخص روحي نتكلم قانون يعني مش كلام بدون الاستناد للمواد القانون أو الدستور أنا ما عنديش نص في الدستور بيمنع المهن القطاع الخاص أو المهن الحرة من هو يعمل عمله أثناء عضويته مجلس النواب ما هو من هنا فيه واجهة للمادة الدستورية فأنها فتحت أو أباحت ذلك لأنه في النهاية هو لا يوجد أي تعارض صلنا وأنا موجود جوا الجهاز التنفيذي أي أن أنا بشتغل في الحكومة فقط لغير طيب إيه تاني من نقاط النقاش يعني أنا لاحظت أنه فيه بعض من الموجودين كانوا بيتكلموا على مسألة زيادة عدد أعضاء المجلسين البعض يؤيد والبعض لا يؤيد زيادة الأعداد وهنا هفكر معاك بصوت عالي ليه ممكن يبقى حد عاوز يزود الأعداد أكتر من اللي هي موجودة عليه هقول لحضرتك هو يعني إحنا عشان نختص الموضوع ده بالنصوص إحنا عندنا 2020 مجلس النواب عدل للدوائر الانتخابية فأصبحت 143 دايرة انتخابية بدل من 205 دايرة انتخابية فبالتالي أنا عندي الدوائر قلت فبالتالي عدد النواب بتوانا أو اللي يتم القيام بالترشح لمجلسين النواب والشيوخ العدد قلت بس أنا عندي زيادة في الرقعة الجغرافية من مدن جديدة عندي عاصمة إدارية جديدة عندي دميات الجديدة عندي العالمين الجديدة عندي مدن جديدة جاية في الطريق فدي هتشكل ضغط إن أنا محتاج نواب لتلك المدن ماشي أنا عندي زيادة سكانية مهولة إحنا لو بنتكلم على الدخول في انتخابات أو مجلس نواب 2020 وكانت وكانت اعداد السكان ساعتها 95 مليون حيبنتكلم أن أرضف 105 مليون زيادة كبيرة جدا من المتصور والمتوقع أن الانتخابات اللي جاية تبقى 115 مليون فمن الطبيعي إن أنا أطلب زيادة العدد اللي موجود في المجالس عشان يقدر يقوم بدور رقابي أكتر دور تأشياء أكتر دور خدم وهنرجع لموضوع دور خدم ده لأنه بيتعرض شوية مع يعني فكرة المجلس المحلية اللي إحنا بننادي به والمجلس النواب على طول بننادي به فالناس بتقول لا إحنا محتاجين عدد أكبر عندنا زي الوادي الجديد إحنا بنتكلم في رقعة جغرافية تقريبا 455 455 في المائة من مساحة مصر بنتكلم في كم نائد فهو إحنا لأ إحنا هنا إحنا هنا بقى لازم نرجع المعيار بتاع المساحة الجغرافية وعدد السكان اللي إتنين مع بعض لأنه مثلا الوادي الجديد عندي رقعة كبيرة جدا مع عدد صغار جدا بس ما بين المنطقة والمنطقة بتاع 300 كيلو فأنا محتاج أغطي الكلام ده بنواب أيضا بقى بالرجوع لنصوص الدستور الدستور بيقول إيه خلينا نرجع لدستورنا لأنه هو الحاكم والفايصل بيني وبين أي حد في النقاش أنا عندي مادة 102 و250 من الدستور المصري 2019 اللي هو المستحدث بيقول إيه بيحدد الحد الأدنى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحد الأدنى إذن يجوز للزيادة أنا ما عنديش حد أقصى ما عنديش مانع دستوري لو أنا هاخد دلوقتي مثلا أقتدي قبعة الطرف الآخر اللي هيختلف مع ده هرجع أقول لك طيب وهو أعضاء مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية أقل من عدد أعضاء مجلس النواب عندي في مصر أنا عندي هنا 105 مليون بني آدم وأمريكا تتفوق على بالضبط 350 مليون بني آدم أنا عندي مصر كلها قد تكون بحجم ولاية أو ولايتين من أمريكا فأنا بالنسبة لهذا الجانب أو هذا الرأي لا هي المسألة ما هياش المعيار المساحة ولا المعيار التعداد لأننا في النهاية خالص نائب رقابة وتشريع خدمات يبقى محليات على طول يعني ده كان من ضمن موضوعات الحوار الوطن اللي حداك قلته ده هو فعلا يعني أنا لو قرنت من الولايات المتحدة برازيل مثلا احنا عندنا برازيل رقعة ضخمة جدا بعدد نواب بسيط جدا هرجع بقى اللي حداك قلت وختمت بيه يعني قول حضرتك وهو أنا ما عنديش محليات ما عنديش فأنا يعني احنا كنا بالنطالب ودايما السادة النواب بيكلمه بفكرة ان لازم يتم الانطلاق والدخول في مرحلة انتخابات المحليات صح عشان النائب يتفرغ لعمله وهو الرقابي والتشريعي فكرة ان النائب خدمي خلينا بس نبقاطحين ان فكرة الخدمية دي هو هو سيله بلدنا زي ما بيقول هو عرف يعني معروف ان النائب الناس بتتلمح حواليه وبعد ايذنا كلمناه الوزير المحافظ مفيش مشكلة ان هو يمارس يمارس دور مفيش قسم ان هو يمارس دور خدمي بس ما يبقاش ده اساسي مش ده اساسي بس انا في غياب المحليات اصبح النائب مسؤول ان هو يروح عزة وفرح ويخدم ويسفل الطرق ويبني مباني ويرمم جامع ويرمم منازل ويشوف القوانين بطول ايه ويبتدي يعني يدخل في مراحل ان هو يباشر عمله مع السادة الوزراء ويشوف هل هم مقديين وهل هم بينفزوا ما هو مطلوب منهم ولا لا كدور رقابي هو مطلوب منه كل ده فانا اصبح عندي طول ما انا عندي فراغ في الجانب المحليات فانا لازم اطالب بزيادة عدد العضاء المجلس النوا يعني حددك عضو مجلس وعندنا عضاء كتير من زمائلنا واصدقائنا في التنسيقية وغيره في البرلمان لا هم عضوه مشكلة هو مش قادر يغطي المنطقة بتاعته لان هو مطلوب منه نعمل كل حاجة لانه حجم المطلوب منه وملقى على عاطقه ضخم جدا ده بسبب غياب المحليات بس هفكر برضه معاك بصوتها يا حوامسي انه انا النهاردة لو عملت انتخابات المحليات واصبح اقول الانتخابات خلصت واصبح في عندي المحليات من الاربعة وخمسين الف بني ادم اللي بإذن الله يكونوا موجودين في وقت قريب اتمنى من ربنا انا مقتنع مية في المية انه الدور الخنمي بتاع النائب مش هينقطع بوجود المحليات مرة واحدة هياخد وقت علشان اللي انت بتقوله العرف العام الناس هتروح لسيادة النائب بالوقت هتبدأ الناس تعتاد العمل مع ممثلي المحليات في اطار انه ممثلي المحليات بيعملوا دورهم ثالث وامتلت لو المواطن لقى المسؤولين المحليين بيقوموا بدورهم ثالث وامتلت هيبطل يرجع للنائب او بالأدق هتبقى في الحيز بتاع الحد الأدنى مفيد انه النائب بقى مطلع على مشاكل الدواير بتاعته انه ده في الاخر خالص بيساعده على انه يعمل مشايع قوانين او تعديلات او يرقب الحكومة الى اخير بس انا من الناس اللي تقول انا مش محتاج العدد الضخم بقدر اما انا محتاج فاعلية النائب في التشريع والرقاب هو يعني خلينا فكرة الفاعلية دي هي في كل مهنة يعني الفاعلية دي حاجة مهمة جدا سواء محامي طبيب مهندس اعلامي كبير زي حاضيتك الفاعلية ده شيء مطلوب بس انا قد يكون من مؤسرات التي تأتي على الفاعلية هو قلة عدد النواب وانا لو انا عايز النائب يبقى فعال بدور ممتاز ويبقى زي ما بنقول عشر على عشر وانا موسكل عليه كثير من الاحمال من 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 حتى زي ما حضرتك قلت حتى لو في محليات عقبالة ما نعمل اللي هو الفيز اللي هو التحول ده هتاخد برضو سنين فهو الفاعلية بتاعتكي منين ما هو انا لو عايزه يبقى احسن لازم تديله مساحة ان هو يبقى احسن مش افضل اجري وراه وقوله انا عايزك تبقى احسن هو اكيد ان هو الفاعلية دي مطلوبة وعلى فكرة الفاعلية دي في ايد الناس يعني خلينا بس نبعد عن الشعرات بقى يعني فكرة الفاعلية طبعا الفاعلية انت عندك انتخابات حرة نزيهة انزل اختار الرجل اللي انت شاف فعال محدش قال لك ما تنزلش تختار محدش قال لك تمتنع عن الزهاب للجان وانك تختار النائب اللي انت شاف انه ممكن يمثلك ما تغربش الخدمة انا باجه عليك شوية عشان احنا صحاب الخدمة ولا نائب السياسة يعني رد بسيط وديبلوماسي جدا هاخد من حضرتك وهو احنا تعونا ان هو حتى في حد قدنا للخدمات احنا 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 مش منعين دي احنا مش يعني احنا مش عايزين احنا غير برا كل دولة ليها عرفها وليا السياساتها صح سيظل النائب هو برضو رجل خدمي بس بالحد اللي حضرتك قلت عليه ان احنا نوصل للحد الادنى ان هو يبقى موجود في الحاجات الكبيرة هل ده ايه اهم حاجة افتكر ان هو دور تشريع ورقابي في المقام الاول لما المواطن يشوف ان النائب ده موجود في المجلس النواب بيحاسب الوزير بيحاسب رؤساء الهيئات بيباشر عمله على اكمل وجه مع دور خدمي حتى ولوه بسيط افتكر ان الاتنين مع بعض يقدروا يوصلونا للنائب فعال بالطريقة اللي احنا من نتوقعها او اللي الناس محتاجها طيب الا نتخوف من انه لو زاد عدد النواب وبالتالي زادت قدرتهم على اعطاء خدمات لابناء الدائرة زي ما بيتقال ده هيدي حالة من حالات رخاوة الاداء في المحليات يقولك من النواب موجودين لا خالص ده دور تكملي هو احنا دايما بنتكلم على التكاملية في حدثنا هو ده بيكمل ده وبعدين انا لو عندي عضو في المحليات غير فعال يمشي في انتخابات هيبان كل حاجة بتبان بس هو تكاملي مفيش حاجة يسمعها قص النائب عمل فانا ريح او النائب يقول ده عمل فانا هو تكاملي هو انتو دور كنتو الاتنين بتخدموا البلد في المقام الاول وبعد كده تأتي ابناء الدائرة يعني انت عنوانك الكبير هي مصر طبعا انت نظر ما تخدم دايرتك والناس ودايرتك حسنك في ظهرها ده على فكرة بيأثر على الامن القومي يعني مضوع اكبر بكتير من ان انا اتكلم ان انت لا هو الامن القومي اما الدايرة تبقى حسن ان عضو مجلس النواب عن الدايرة دي واقف في ظهرها بيمثلها هتحس لا ده انا عندي واحد ألجأ له أتكلم معاه هتحس انها مش لوحدها فده بيأثر على الامن القومي ازا ما بيقوله كده الجرعة الامان صح والجرعة بيسموها يعني التفاؤل بتزيد في الدايرة فده بيخلي حالة الغضب او حالة الارتياح او 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 موجودة فده بيأثر على الامن القومي فهو الفكرة هي تكملية في الواف انا مش معاه فكرة ده لو زاد فيقدم خدمات اكتر فده يقلل ويريح لا هو تكمل انت بتشتروا بعدين على فكرة هو احنا تحدياتنا احنا عايزين محليات ونواب وناس جامل من الريخ او الله يعني احنا التحديات اللي دايما الرئيس يتكلم عليها مصر بعد الثورة في تحديات لا تنتهي ده صحيح بنحل حاجة حاطك في مجلس سورة ابو شايف احنا بنحل حاجة تطلع حاجة بنحل الحاجة التانية تطلع الحاجة التالتة فهو احنا تحدياتنا كتير احنا زيما الرئيس كان قال احنا ورصنا الدولة دي احنا ورص الدولة دي وهي ما فيهاش حاجة على الابيض انا هنقول له احنا خذها على الابيض فهو انت بتكلم انت بتبني دولة احنا مش بنعيدها ايه احنا مش بنرمم احنا بنعيدها يكل الدولة من قول جديد والرئيس قالها كذا مرة لما حتى حاول يوضح للرأي العام لما كان فيه ندائات كتير او اصوات تعالت لا تعالوا شوفوا احنا ولا كهرباء ولا صرف ولا طرق ولا مرافق ولا اوتوبيسات ولا مصالح حكومية ولا تأمين صح احنا معدناش حاجة ولا مجمعات صناعية ولا اي حاجة ولا يا رجل ده على رأي الرئيس مرة الجملة والله العظيم جون قال البلد دي كانت كهن ده صحيح هو يمكن الحديث اللي انا اصدق عليه صحيح كهن كل حاجة كانت مش تعبانة دي تتكهن تتكهن تيجي تبص على كل حاجة تتكهن انا اتذكر في ايام كان اكبر منك في السنة يا حبيتين انا اتذكر الاوتوبيس اللي ميل على جنبه ده احنا كلنا نحن انا جيل اعرفوه انا جيل انا عال اوتوبيس ميل عاجت لقى اوتوبيس جاي عامل كده اه الله العظيم عامل كده نهم على جنبه بدون مبالغة عامل كده تحديدا انهي جنب اللي بيطلع منه الناس وبتخرج منه مبدئيا ما كانش عندنا حاجة اسمها طالع منين ونزل منين هو كل واحد فتلاقي مثلا دي الجزء اللي بيبقى فيه السواق وده الجزء اللي فيه الابواب فتلاقي بالضبط عامل عشان تبقى الزاوية مظبوطة عامل كده اه تحاس اهوه الناس دي ممكن تقع لا طيب والاوتوبيس دي ممكن يتقلب على جنبه فالناس دي تطفعص انهي دولة في الدنيا تشوف ده وتسمح به تلاتين اربعين سنة كده عادي يعني احنا عارفين يعني هو الوضع هو الرئيس تتكلم عليها قبل كده وكان صريح فيها فهو احنا التحدات كتيرة يعني التحدات كتيرة قوي 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 فده هيشتغل وده هيشتغل وده هيشتغل ويفضلوا يشتغلوا طوله العمر لحد ما نوصل لبرى الامان احنا ده وقت في مرحلة محترمة جدا لسه برضه قدامنا رئيس يقولك لا لسه لسه قدامنا فهو التكملية مطلوبة التحدات كتيرة ده موجود وده موجود احنا برضه مخلصناش حاجة لسه محتاجين فده كله مطلوب وبعدين ازور لحداك الحاجة من قام بوضع الدستور هم رجال قانون وفقهاء في حكمة من انت تحط الحد الادنى ولايس الحد الاقصى اكيد فيها حكمة هو كان بمنطقة البساطة في المادة 102 و52 و50 من الدستور كان حط الحد الاقصى قالك والحد الاقصى لمجلس النواب كذا ومجلس للشيوخ كذا هو سبب مفتوحة ليه؟ لانه عارف انه في مرحلة معينة لازم هتتطرق للنقطة دي بطلب زيادة الاعضاء يقرسوا المهام بتاعتهم على اكمل وجه فانا مش شايف انه هو يعني مهيش قزمة كبيرة ويمكن من الكلام اللي تقال في جلسات احوارة النهاردة فيه ناس تتكلموا وقالك تم ده عيب على الميزانية لا هو مش عيب على الميزانية لانه في الاخر عمل النائب في المقام اللي هو عمل التطوعي لو بنتكلم على فلوس لا هي مش يعني احنا ما وصلناش للارقام اللي تقول ان هي دي ميزانية ضخمة الدكتور بقى في العيادته والمهندس يسيب شغله ما ينفعش وهكذا فهو حتى لو حتى العدد الزات احنا بيعافك احنا نتكلم يعني احنا النقاش نتكلم في 150 زيادة تقريبا 150 عضو زيادة 120 عضو ما نتكلمش في ارقام يعني نتكلم ان احنا نوصل ل5000 عضو يعني هو البرلمان الجديد في العاصمة يشيل يشيل حاجة تورق بصراحة يعني طب انا اخر حاجة قبل ما اختم هذه الفقرة وانا بصراحة ما بشبعش من لا من رؤيتك ولا من رؤيتك طب بلاشر لي بعد هذا العدد من الجلسات بتاعت الحوار الوطني تشوف ازاي شكل التفاعل بتاع السياسين الموجودين مؤيدين او معارضة التفاعلات ما بينهم بدأت ازاي ووصلت الى فين واحنا بنتكلم مثلا على جلسة زي جلسة النهار ده هو على فكرة هو فيه جلسات يعني ممكن اقول ان هي فيه موضعات اسخن من كده يعني واكثر شراسة من كده بس لو بنكلم كنا شايفين ايه كان فيه تشكك كبير كنا سامعين كان فيه محاولة من الخارج احنا عارفين هم مين بنوى يشكك انه لا الناس اللي في الحوار الوطني هم هم هيبقوا نفس الاشكال لا احنا عندنا كل الطيارات السياسية موجودة على طاولة التفاوض انت بتقول وانا بقول وكل واحد ليه نفس عدد دقائق لزي اخو يعني انت معارضة ليك اربع دقائق انت تابع النظام ليك اربع دقائق انت من مؤيدين ليك اربع دقائق كلكم ليكوا نفس المدة قول اللي انت عايزه بس حاول تختم طلباتك وافكارك خلوصات وتوصياتك وبكلام منطقي دستوري قانوني وعلى فكرة يعني قبل ما حداك تختم اللي ما عندوش سند موقفه صعب طبعا انت بتقول وانا عايز اتكلم السيد الرئيس الجمهورية دعا للحوار الوطن ومش يوم ولا اتنين ولا اتات هنتكلم فترة يعني احنا بقى انها كم جلسة ولسه يفضل كم جلسة اسمعك وتسمعني طبعا وخلينا نتكلم لو عندك سند قانوني دستوري عندك حق في طلباتك قولها وسندها وقارضها صح بس هنتكلم كلام انها مكلامة مطلقة اه موضوع المكلامة اه هنضيع وقت وحبان هتعرف ان انت بتطلع في حيطة فلانة تقول بس اما جيت قدام الناس قدام الناس اللي فاهم انت بتقول ايه وفي حوار كبير كل كلمة انت هتقولها هتتدرس وهتبقى يا زي ما تقول وهتتوزن هتبقى هل انت بتقول كلام مكلامة لو اولا احنا تعودين بنتكلم وخلاص لان حتى انا هاخد من الرئيس جملة دامن يقولك انتو بتتكلموا بس مش عارفين فانت لما هتطلع تتكلم وما انتش عارف حدبان فهتلاح حد يرد عليك لو سمحتوا اما تتكلم ادرس خلي عندك معلومات ادرس الموضوع ما طلعش تقول انا كذا طب انت لما تطلع في الحوار الوضع هتقول كذا 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 لو كلامك غلط هتلاقي حد طلع بيرد عليك بالورق والألم وبممتع الادب كلام اللي حداك بتقوله غلط واحد اثنين ثلاثة حداك بتنادي بواحد اثنين ثلاثة اللي انت بتقوله ده بيعرض نص مادة في الدستور انت ما انتش عارفه فهو زي ما هو موضوع او حوار جميل جدا ملتقى كبير للأراء وتبادل الفكر والرؤى الان هو لدى البعض كارسة لان هو بيطلع قدامي هيكشف هيكشف حماموسي نورت وشفتك لا انا سعيد حقيقي والله بجد حقيقي يعني نورتنا صديق والزميل العزيز احمد الحماموسي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين